السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا حلقتنا اليوم احنا بنذكرها بالأيام بالتوقعات اليومية من يوم 22-4 واحنا بنذكر هاي الزاوية ولكن اليوم الفرق بالحلقة هاي انه راح نتوسع بعملية الشرح لهاي الزاوية نشرحها بكل مضامينها نشرح تأثيراتها إيجابياتها سلبياتها تأثيراتها على البشر وايضا اللي بيكون مولود وبتكون هاي الزاوية متشكلة في خارطة الفلكية شو الصفات اللي بتكون موجودة عنده والأشخاص اللي بيكونوا مولودين واحد الكوكبين بيكون في مكان والكوكب الآخر الآن بشكل زاوية تربيع شو أثارها راح تكون عليه يعني تفاصيل أوسع في هذا الموضوع طبعا بالنسبة لهاي الزاوية هي زاوية التربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهاي تعتبر من الزاوية الخطيرة جدا اللي كل ما تشكلت بيكون في مصايب كبيرة بتتعلق بالوضع المالي تحديدا اللي هي هزات مالية يوم 22-04-2023 اتشكلت هاي الزاوية ورح تستمر بتشكلها لغاية يوم 22-06-2023 يعني مدتها شهرين طبعا الذروة تاعت هاي الزاوية زي ما احنا شايفين على الخارطة يوم 18-05 تبدأ القوة تبعتها هاي الزاوية اللي هي الذروة اللي هي ذروة الاتصال الساعة بتوقيت جرينتش واحدة وتسعة دقائق فجرا بتوقيت جرينتش بتوقيت الأردن بتكون الساعة ثلاثة وتسعة دقائق ولكن احنا طبعا بالأردن منزيد كمان ساعة لانه احنا عنا التوقيت الصيفي طبعا هاي الزاوية نيجع الخارطة هنا منلاقي انه بلوتو بتراجع على درجة واحد من برج الدلو والمشتري على درجة واحد بعد انتقاله لبرج الثور فهاي الزاوية اللي هي اسمها زاوية التربيع دائما بيجي عليها بشكل مربع على نفس الخط وتعطيك دلالات ما قبلها وما بعدها يعني من اول تشكلها لغاية ما تنتهي طبعا ايش آثارها من البداية للنهاية هي نفس الآثار يعني احنا شرحناها اكثر مرة هي زي الشمس لما تشرق اول ما تشرق بتعطي إضاءة ولكن إضاءتها بتكون خفيفة كل ما سعدت للسماء بتزيد قوة الإضاءة هاي وبيزيد حم الشمس أو حرارتها لما توصل لذروتها اللي هي بمنتصف السماء اللي هي نشكلها بزاوية التربيع بتكون قمة الإضاءة وقمة الحم للشمس بعدين بتبلش تتناقص لحد يتما تنتهي يعني شروقها بدنا نعتبر شروق هاي الزاوية بيبدأ يوم 22-4 وبنتهي شروقها يوم 22-6 هيك بأبسط فكرة لأنك تفهم إيش يعني الزاوية وليش بتأثر المدة هاي طب شو أثارها بالبداية شو أثارها بالنهاية هيك بتقدر أنت تلخص الموضوع وتستوعبه بشكل أكبر بالنسبة لهاي الزاوية طبعا اللي احنا منذكرها هاي زاوية تعتبر من الزوايا الخطيرة لأنه أو الإشي عنا المشتري اللي هو الكوكب اللي إلو علاقة بالحظوظ إلو علاقة بالمال بسوق المال بالأشياء اللي مثل هيك والرغبات والحظوظ والدراسات والسفر والمغامرات والتعامل مع الأجانب والدين والأمور هاي هاي واحد وبلوتو طبعا كوكب التطرف وكوكب العنف كوكب الشذوذ كوكب الغيبيات كوكب الدمار الكوكب اللي بيهدم عشان يبني من أول وجديد يعني كوكب مش سهل ويعتبر هو أبعد الكواكب أو من أبعد الكواكب في المجرة الشمسية فعشان هيك دائما التأثيرات بتكون يعني حتى بعد الزاوية ما تنتهي بالظل أثار الزاوية ممتدة لأشهر أو لسنوات حتى ولكن هي الذروة المفتاح أو نحكي احنا يعني بملخص أنه شخص صار معاه حادث مثلا اللي هي ذروة الزاوية أو في تشكل الزاوية هذا الحادث الآن حادث سير ممكن هذا الشخص يعاني بعديها من نزيف من كسور من ارتجاج من بلاوي في جسمه تستمر هاي لسنوات لا يتعافى منها وهاي الزاوية بتعمل نفس التأثيرات عادة لما تتشكل هاي الزاوية مباشرة بنحكي بالمختصر بالمختصر البسيط يعني إنها هاي الزاوية بتدل على خسارة مالية ظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير أما دوليا فهي بتدل على تحولات اقتصادية خطيرة ممكن تضر بخزينة البلاد وممكن يقع اضطراب في القطاع الاقتصادي والمالي بالخصوص وبتتراجع مدخيل البنوك والمؤسسات المالية بشكل يصعب التحكم فيه ولابد من وقوع أزمة على المستوى العقائدي بالخصوص وممكن تقوم بعض الجماعات المتطرفة أو الإرهابية بعمليات تخريبية أو تقع تفجيرات أو حرائق من طرف أيدي خفية بتهدف لزعزعة استقرار البلاد أو بيتم اغتيال شخصية هامة أو أحد رجال الدين في ظروف غامضة وهناك احتمال وقوع بعض الكوارث الطبيعية كالحرائق حرائق الغابات أو الزلازل وخصوصا بالدول اللي ابتقى على خط الزلازل أو تجدد نشاط بعض البركين هاد هيك بنقدر نحكي بصورة عامة ومختصرة كل ما تشكلت هاي الزاوية نفس العبارة اللي أنا حكيتها نفس اللي أنا بحكيها إن شاء الله بدها تصير هاي بعد أربع سنوات خمس سنوات برجع بذكر نفس اللي أنا ذكرته الآن لأنه هاد هيك يعني علم ثابت غيره بدي أدخل أنا الفزلكات والأمور هاي هيك صار تحريف للعلم هاد واجتهاد مني على الموضوع طيب إيش التأثيرات بالنسبة لهذا الحدث يا سعيد لو إجينا ولنا بطريقة مفصلة أكثر إيش بتحكي في هذا الموضوع المشتري وبلوتو لما بيجتمعوا مع بعض في هاي الزاوية إيجابيا بيدفعنا أو بعطينا طاقة عالية جدا لها يعني الشروع بمشروع معين بفكرة معينة بانطلاقة عالية جدا ومنتحدى كثير من العقبات ما منسمع النصيحة ما منسمع الرأي منصمم بصير فيه يعني التصميم على النجاح مدعوم بالإيمان وقوة النفس أو الفكرة يعني منحاول قدر الإمكان إنه خلص هاي هي الفكرة الصحيحة هاي الفكرة اللي ما لازم نتراجع عنها أنا لازم أنفذ هذا الموضوع ولازم أعمل هذا الموضوع اللي هو التصميم على المغامرة أو المخاطرة بمعنى آخر رغم كل العقبات أو المواجهات بتتقن مهارة عالية جدا هاي الزاوية بإقناع بعض الأشخاص اللي عندهم تعصب ديني أو عندهم تعصب لفكرة أو عندهم فلسفة معينة إنه أنا الصح والدنيا كلها غلط وبحاول قدر الإمكان يقنع كل الأطراف الموجودين بوجهة نظره وفكرته أما بالنسبة للأمر الآخر واللي هو تأثيره على الحياة طبعا أغلب الناس المشهورين اللي عندهم هاي الزاوية موجودة طبعا في أشخاص بقول لك يعني هاي الزاوية بتدمر حياتنا لا هي فيه إلها إيجابيات وإلها سلبيات عشان هيك احنا بلشت بالإيجابيات يابل ما أدخل لسلبياتها هاي الزاوية برضو بتعطي لمعض المشهورين اللي وصلوا للقمة أعطتهم اللي هي الدكتاتورية بالرأي وخصوصا أنه رأيي صح وبدك تقتنع فيه وبدك تلتزم فيه وبدك تمشي فيه وممنوع تخالفني نهائيا لأنه أنا الصح هاي وحدين اللي هي بتعزز الأنا عند الشخص طبعا هاي الزاوية إلها من أخطاءها أو من أخطارها اللي بتشحن الناس بالعموم كل الناس بصفات لا أخلاقية ليش لأنه هاي الزاوية أو الإشي بتعزز الطمع عند الأشخاص بصير عندهم حب للتملك حتى لو على حساب الآخرين ما بهمهم مشاعر الناس خلص تفكيره هو بفقط كيف بده يحقق هذا المكسب بكل الطرق المشروعة والغير مشروعة طبعا بتزيد في هاي الفترة اللي هي التعصب لدين التعصب لفكرة الإجرام العنف الدعارة كل هاي النظم بتزيد في هاي اللحظة لأنه بصير زي إقناعي الشخص إنه هاي الطريقة اللي الآن لازم أستغلها عشان أحقق من خلالها الثروة برضو هاي الزاوية بتعمل نوع من أنواع الصعود أو الهبوط في الأمور المالية للشخص نحن منحكي على أشخاص الآن ما منحكي على دول فعشان هيك بتجد أشخاص فجأة بصير عندهم ثروة فاحشة جدا طبعا بطريقة غير مشروعة وفجأة بيخسر كل أموالهم بسبب طمعهم وإندفاعهم للاستثمار بطريقة غير مشروعة اللي يا إما بيخسر فلوسه يا إما إذا صار عنده أموال بيصير متابع قانونيا وبصير عنده مشاكل مع الدولة أو مع القانون وهذا الشيء رح يسبب له مشاكل رح يخسر أصدقاء رح يصير مشاكل بالعائلة كثير من الأشخاص برضو بدخلوا في مجالات أكبر بالفساد اللي هي اللي إحنا منسميه الفخ اللي هو الإدمان على المخدرات أو على الجنس أو على القمار في هاي الفترة أو بتتزايد الأمور هاي عندهم أكثر فأكثر لأنه إحنا قلنا بلوتو اللي إله علاقة في هاي الأمور بشكل هاي الزاوية الزاوية اللي مع المشتري اللي بيغريك على أنك تعمل الشيء وبعدين آخر إشي بتلاقي حالك أنك أنت دخلت في ورطة مش سهلة طبعا هاي تعطي نظرة اللي هي الشمولية لبعض الأشخاص أنه بيزيد عندهم وخصوصا المتدينين بتعمقوا بالدين أكثر روحانيتهم برضو بتزيد شوي بصير عندهم اللي هو التسامح المعرفة الواسعة بصير خلص في عنده تصميم معيد أو منسمي إحنا التصميم أحادي التفكير على النجاح بيساعد على أمور العلاقة بالسفر للخارج الإختلاط مع أشخاص من ثقافات وخلفيات مختلفة غير ثقافته غير خلفيته غير طباعه بابني صدقات أكثر مع الأعداء في هاي الفترة برضو ممكن نكتشف حدود للثقافة المجتمعية أكثر ولكن ممكن أنه تكسبنا سمعة سيئة لأنه هذا التصرف رح يكون منتقد عند المجتمع هاي تأثيراتها ككل بالنسبة لهاي الزاوية طيب الآن لما نيجي نقول أنه والله أنا عندي المشتري اللي نفترض كان ساعة الولادة خلينا نقول بال على افتراض مثلا بالميزان وتشكلت أنه بلوتو كان موجود بالجدي يعني زاوية تربيع يعني في ناء يعني السنة هاي مثلا أن نقول مثلا والله واحد يجي بده يتفرج شاف أنه على الخارطة الميلاد تاعته أنه والله كان مثلا بلوتو بالعقرب ولكن المشتري عنده موجود بالسرطان حاليا فساعة الولادة بلوتو في العقرب وحاليا المشتري دخل على السرطان هاي شكل زاوية التربيع هذا الشخص اللي تشكلت عنده هاي الزاوية اللي هو بعض الأشخاص الحديثين هسا صاروا يسموه عبور الكوكب ومش عارف إيش طبعا عبور هاي كلمة هي انتقال أو تشكل زاوية ولكن كلمة العبور هاي تفسير جوجل يعني اللي بترجمه من جوجل على جوجل من المواقع الأجنبية بتطلع معهم كلمة عبور هي اسمها انه تشكل تشكل الزاوية ما بين خارطين خارط الميلاد والخارطة الحالية فعشان هيك بدنا خلص نطرنا انه هذا صار ترند يعني كلمة عبور فنطرنا نحكي كلمة عبور عشان الناس اللي بتتابعت أو عندها فكرة عن هذا الموضوع انه يظلوا ماشيين على نفس النصق ولكن هي اسمها تلاقي الكواكب هاي ما بين خارطة الميلاد والخارطة الحديثة طيب بالنسبة لهاي الزاوية لما تتشكل بصير الأشخاص عندهم رغبة في النجاح بكون عندهم نوع من أنواع الأشياء اللي إلها اهتمام بالحيوانات الأليفة أو المشاريع اللي بتتعلق بهذا الموجوع الموضوع بصير عندنا أهداف مكثفة إلى الوصول للقمة للنجاح لا بدون ما نهتم لبعض العناية عشان هيك ممكن ندفع الثمن لاحقا بهذا الموضوع فعشان هيك لازم ندرس الموضوع بشكل أكبر بيزيد عنا اللي هو الجشع الفساد الإسراع في تحقيق أي أمر بوصلني للنجاح مهما كان برضو بأثر على حياتنا الشخصية وعلى علاقاتنا الوثيقة فعشان هيك ممكن نخسر بعض الأشخاص يعني فممكن يصير فراق ما بيننا بتساعدنا على المغامرة إنه نخرق القوانين أو نتمرد على القوانين فبصير عنا نوع من أنواع الملاحقات القانونية أو التحقيق أو المواجهة مع السلطة بسبب هاي الزاوية برضو على المستوى الأخلاقي برضو هاي بتعطينا نوع من أنواع إنه بصير عنا المبررات للنجاح اللي هو الكبرياء المفرط المبالغة في مواردنا الجشع برضو تعطي نوع من أنواع الخسائر الفادحة أو حتى الإفلاس لأنه الشيء هذا بسعي لزيادة الثروة بأي طريقة ولكن بطرق خاطئة ولكن بالأغلب ابتصل لمرحلة إنه الشخص هذا بنهار مرة وحدة إما بالملاحقات القانونية أو حتى بالأمور إنه المشروع بطلع في النهاية على الفشوش برضو بتركز طاقتنا خصوصا لما بصير هذا التلاقي على الفلسفة وعلى الدين وعلى الهوس الديني وعلى التطرف والنتائج والنتائج المحتملة من هذا الموضوع لما بصير الموضوع مش مبني على قاعدة صحيحة ورأي صحيح ورأي الغير غلط فبدفعنا للتصلب بالرأي فممكن يوصلنا لمرحلة العنف أو المواجهة أو التكفير أو فهذا الشيء رح يخلي الأطراف الأخرى تصير مهاجمة لإنه بشكل كبير بتساعدنا ماشي على السفر والاختلاط مع أشخاص من جنسيات أخرى ولكن هاي برضو بتدفعنا للتعصب أو كره الأجانب أو الجهل أكثر لأنه خلص فكرتي حياتي معتقدي طبيعتي بيئتي نشئتي هي الصح وهم الغلط فهاي برضو بتعمل لنا نوع من أنواع الخلافات بنبحث عن الطرق الأكثر إمتاع لإشباع رغباتنا القوية في تجارب الحياة على أكمال على أكمل وجه وهي منصير بدنا يا إما ندخل في معتقدات المجتمعات يا بدنا نقارن بين بعض المعايير بيننا وبينهم ولكن زي ما حكينا لازم يظل الشخص ضمن إطار الشرع والقانون عشان ينجح ولكن إذا ركزت اللي هي مخالفة القانون واللي استمتاع بعض المحرمات والثقافات والأمور هاي فالخسارة بتكون مرعبة جدا إذا شفتوا لما نيجي نحكي إحنا عن أي شيء له علاقة بهاي الزوايا دائما التأثيرات العامة لما أجي بدأ حللها على تأثيرات الخاصة بأخذها نفسها ولكن بأخذها بسياق إنه علي أنا لحالي ولكن لما بدأ عملها دوليا فأنا بركز على دوليا ومنلاحظ إنه بالفترة الماضية لما إجيت نبهت من أول تشكل هاي الزاوية لما ولد خسارات مالية وانهيارات مالية زي ما ذكرنا بالبداية وهي أمور ثابتة مش مبنية على أخبار وبجمع أخبار مع تحليلات مع دنيا بعدين بخلطها مع الفلك بخلاط عشان أطلع عني هذا لا هاي وإمتى ما صارت الزاوية دائما بصير فيها هاي الآثار ما لازم أتأثر لازم أفصل ما بين علمي أنا كعلم الفلك وتحليله وما بين اللي بصير والأحداث اللي بتصير حوالينا بعطي أول إش علم الفلك شو بحكي بعدين بشوف الأحداث اللي بتصير وبقرنها هل هاي الدراسة أو التحليل اللي موضوعة من آلاف السنين ومستمرة دائما هي نفسها ولا تغيرت أو صار تغيير وزيادة عليها اختلفت الحداث مع التطور وغيرت في أشياء أو زادت أشياء فعشان هيك بالفترة الماضية شفته عملية الانهيارات اللي قاعدة بتصير في البنوك شفته عملية العنف ارتفاع أسعار الذهب بشكل مرعب جدا ما وصلت لإله دول قاعدة بدها تنفصل وتعمل عملة لحالها ضد دول بدها على وشك إنها تنهار أشخاص بالوذراع دولة مش راضين يعطوها تصريحات للتصرف المالي لأجل حزب معين لأنه متزمتين لحزب معين يعني هاي كلها الأحداث وغير الاغتيالات والأمور اللي لها علاقة بالتطرف والأمور الموجودة فمنجد نسبة عالية من هاي التوقعات انطبقت خلال الفترة الماضية ورغم إنه ذروة الزاوية لسه ما يجد معناته إيش اللي جاي وإيش اللي بعدها فمنقول الله يستر ويلطف فينا انتبهوا من المغامرات المالية سيطروا على انفعالاتكم راجعوا حالكم إنه مش كل إشي عندكم هو الصح حط دائما احتمالية الخطأ بكل تصرفاتك وسلوكك قبل ما تختل خطوة عشان تخطو بشكل صحيح وسليم هيك منكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء